قانون المحل العام هل هو قانون كما وصف صحفياً يعيد الانضباط للشارع المصري؟ طيب هو خلال الفترة اللي فاتت صدرت العديد من القوانين اللي بتحاول فعلياً إن هي تضبط يعني إقاع الشارع المصري اللي عانى من فترة طويلة جداً من حالة من الترهل والتسيب وعدم الانضباط القانون 154 لسنة 2019 وده قانون معني بضبط إقاع المحلات العامة إنه طبعاً بيسر شوية موضوع الترخيص إنه بيرجع هذه المحال وهذا الاقتصاد الموازي إلى الاقتصاد الدولة لأنه كان في فترة من الفترات اقتصاد غير معلوم يعني متوارع عن الأنظار بينظم طبعاً موضوع المحل العامة بينظم التوقيتات بينظم موعد الغلق والفتح بينظم كمان النشاط فبالتالي أنت أمام قانون بيسير نحو ضبط إقاع المحلات العامة وهو في الحقيقة بيتوافق مع المادة 176 من الدستور اللي برضو بتقول التفعيل اللامركزية لأن فيه دلوقتي كل وحدة محلية فيها مركز هو مختص بالترخيص الخاصة بالمحلات الواقعة في نطاق الوحدة المحلية فبالتالي إحنا عندنا قانون بيسير مع صحيح الدستور وفي نفس الوقت بيضبط إقاع العمل الخاص بالمحلات العامة وهو بيشمل كل أنشاطة في الحياة الاقتصادية والتجارية والترفيهية فبالتالي أنت أمام قانونك أيضاً موسع بيضمن عندك هنا حالة من التوسع بيضمن كمان أن بيبقى فيه آلية لضبط المحل العامة بيبقى فيه آلية لمراقبة الاقتصاد الموازي الخاص بهذه المحال وفي نفس الوقت بيرجعوا مرة أخرى إلى الاقتصاد الرسمي لأن ده طبعاً اقتصاد بالماليين يعني كان في فترة من الفترات بعيد تماماً عن يعني الأعين ما بيقاش له ضبط ما بيقاش له معرفة الآن أنت بتطلع ترخيص محددة بتوقيتات بأنشطة محددة وفي نفس الوقت كمان بيبقى فيه تسهيلات في أمور الترخيص طيب